رئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراء في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر ترسيخا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بين الاجتماع استعرض محاور الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية كما استعرض الاجتماع مختلف محاور المشروع القومي للتحويل المركبات للعمل بالغاز وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة